وننتقل مشاهدين إلى أسواق المعدن النفيسة حيث تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاعها اذ ذات تعوائد سندات الخزنة الأمريكية على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم لتسجل أوقية المعدن الأصفار 1984 دولارا أما على الصعيد المحلي فسجل عيار 18 نحو 759 جنيها ولما سعيار 21 سعر وصل إلى 886 جنيها وأخيرا سجل عيار 24 سعر وصل إلى 1012 جنيها ونصل معكم إلى الجنيها الذهب حيث وصل سعر اليوم إلى 7082 جنيها ومن أسواق المعدن إلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت الأسعار لكنها سجلت أكبر تراجع إسبوعي لها منذ نوفمبر الماضي مع تقييم المتعاملين لتوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وارتفعت الأقود الأجلى لخام برينت بنسبة 3.10% وصل السعر اليوم إلى 112 دولار و67 سنة للبرميل أيضا ارتفعت الأقود الأجلى لخام الوسيط الأمريكي بنسبة 3.10% ووصل السعر اليوم إلى 109 دولار و33 سنة للبرميل ترجمة نانسي قنقر